ترحت شركة أبل هواتف آيفون جديدة حملت أسماء آيفون 10S وآيفون 10S Max وآيفون 10R وأتت الهواتف بتصميم يشبه إلى حد كبير تصميم هاتف آيفون 10 لتضع بذلك أبل نهاية لتصميم آيفون 8 وما قبل الملفت أن أبل وكما كان متوقعا أطلقت هاتفها الثالث الذي أتى تحت أسم جديد كليا وهو آيفون 10R وتركت هذا الهاتف الذي سيباع ب750 دولار تقريبا لنهاية حفل الكشف عن هواتف آيفون الجديدة لعام 2018 وهي بذلك تكون قد أرضت قسما كبيرا من محبيها الذين يبحثون عن هاتف متوسط القيمة بمواصفات جيدة وبألوان متنوعة وقد تخلت أبل في هواتفها الجديدة عن التصميم الذي تم اعتماده من آيفون 6 وحتى آيفون 8 وهي اعتمدت هذه المرة في جميع هواتفها على تصميم آيفون 10 مع إدخال بعض التعديلات البسيطة كما تخلت الشركة عن تسمية بلاس واستبدلتها بماكس بالإضافة إلى تخليها عن تسمية آيفون 9 حيث استبدلتها بار وفيما يتعلق بآيفون 10R فقد أرادت أبل من خلاله مصالحة محبيها الذين غضبوا منها خلال العام الماضي وذلك بسبب سعر آيفون 10 المرتفع ويريدون شراء آيفون مقبول السعر أي ب750 دولار أقله ورأت أبل أن هاتف آيفون 10R سيساعدها في الوصول إلى المزيد من الناس لتقدم لهم أحدث ابتكاراتها المليئة بأحدث تكنولوجيا كما وصفت آيفون 10R بقولها إنه التفوق بكل ألوانه يذكر أن الهواتف الجديدة التي ستكون بمساحة تخزينية أقلها 512 ميجا بايت وبمعالج A12 بايونيك هي آيفون 10S و10S ماكس وهما يعملان بخطين واحد منهما يدعى نانو سيم والآخر يدعى E-SIM لكن هذه الميزة غير مفاعلة في لبنان حيث بإمكان الشركة المشاغلة في البلد تفعيلها يذكر أن آيفون 10S يبدأ بسعر 999 دولار بينما يبلغ سعر آيفون 10S ماكس 1099 دولار أمريكي وسيتوفران في السوق في 21 أيلول من العام الجاري أما آيفون 10R فيبدأ سعره ب750 دولار أمريكي وسيتم إطلاقه في الأسواق في 26 تشرين الأول المقبل ومن غير المعروف بعد متى ستدخل هذه الهواتف الأسواق اللبنانية ترجمة نانسي قنقر